الله الرحمن ريشان عبد ريشان عبد صحابي حر صحابي حر صحابي حر ريشان عبد تبون استغل يوم 3 ماي واستغل اللقاء مع صحافة بودورو واتباع صحافة بودورو وازلام العصابة وازلام المخابرات اسمات باش قعد يهترف عليهم وكما يقول لك يطلق في هذا يانديالو دليل السيد هذا يعني لقاء طويل وفي صحابي حسابي باش فده اللقاء طويل ولكن ما جوزوش كلش اهم قال لك اهم المحطة ذلك اللي قدمت بسكو الخطراء يعني فهمو وقالك سنا ما جوزوش كلش بسكو 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 كل جملة ينتق بها نكتة وانما كانت نكتة كارثة كل جملة ينتق بها مش ش شي فضي عما استرعا معها انا اختراب يليش خلووو يشجرسم بشي ما قاطعpiece ديوو يكوبيو ويكوبيو وخلوو هادزوش كلمات تبقى دايما فضائح في فضائح نسمعوه واش اضايقوه يا اكدان موقف الجزائر اتجاه سوريا وعضويتها في الجامعة العربية ثابت لن يتغير هنا تتكلم على سوريا ولم يضعوا كل شيء لأنه ولماذا سوريا سوريا أحب تديرها فونت كوميرس كما البوليزاريو حق تقرير مصير وفالسطين وكذا سوريا قلمنا قالوا ما روحوا تحضر القمال العربية قالوا ما نجوش وحب يدير هكذا دول الخليج اجتمعوا نهار 14 أفريل في الرياض وجابوا معاهم مصر والعراق والأردن وناقشوا الأزمة السورية بعد عملوا بيان في نفس اليوم اللي وزير خارجية السوري عند نهار 15 أفريل جاي للجاير ومحكاش على الاجتماع هذا مع الجزائريين في نفس اليوم لما خرجوا بيان دول الخليج بعتوا برسانة للمغرب يخبروها واش داروا في الاجتماع وتجهلوا العصابة والعصابة قالوا ما احنا اللي رانا مترأسين جميع العربية قال راح تخرف على العربية هذا تزيد نهار 27 أفريل يزيدوا يجتمعوا في الأردن تتم ل الاجتماع بالرياض نفس الشيء دول التعاون الخليجي وتجي العراق ومصر هم اللي يحضروا ويناقشوا ويحطوا لعنه ما ما دلوش كي ما تببون تببون عن بالو تاع الحكاية وما فيها انه يجيب سوريا تشارك في القمال العربية وروح كما تجيب حمس وحركة فتح قلارواح وقدامنا نتصوره مع بعضه وروحوا كلي مصراواني لأنه غبيه ما يعرفش القضايا هذه لا أخرين تحل الأزمة نقاط قدامنا نفس الشيء نهار 30 أفريل يتجهلوا الجزائر ويعيتون المغرب ويخبروا المغرب وهذه يعني بالبيانات ماشي قال أنا لي هنقول فيها بأي أنا اروح اروح احتج عند اصحاب العمايم الله ليحبسو كليه كما باهدلك في القمة العربية قالوا هنا كنت كلمة هو وليد كان العضوية سوريا وبدأ شكو قال لك العضوية غيرنا بالنسبة لسوريا وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبة لنا احنا الشينا نقوم به قموا به على أساس أن سوريا عضو مؤسس لجماعة العربية لا تعزلها أو لا تعزلها لا تنحي لها لا تنحي لها لا تنحي لها لا تنحي لها احنا ما غيرنا احنا كما كان أمس واليوم وعليش النهار اللي تعزلت ما انطقتش انتا وما قلتش ابو تفريقا وعليش خليتوا سوريا معزولها بعليش ما هضرتش لانه سوريا عزلوها سوريا تعزلت انتهي الفريق تكلم الفريق تقول ابو تفريقا ايزا مدفوا على سوريا كنت توزير عن ابو تفريقا في 2011 لما تعزلت سوريا 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 معزولة ايزا معزولة الى حد الان ايزا معزولة ايزا معزولة الهبة اللي هبة الجزائر لمساعدة شقيق انضرب هذا الرعد يجمع على باركم شمال فراسة ايزا اشتطيح من الرعد لا اشتطيح من السوريا لا اشتطيح من الرصاصة ايضا ايضا الزلزال كانت هبة انا من القلب ما في هالحساب السياسية ولا يا ودي ما اوش حكيولك عزلزال يحكيولك كيفاج جمعوا في الرياض ومبعد فالأردن وما دارونيكش قصة هذا اللي يزم تحكى ليه حكينيش عزلزال وعلى عزلوها وما عزلوها كيفاش ما دارونكش قصة هذا وش نقوله الباقي فيه نظام دولي طارد نفسه على الضعيف قبل قوي تمنى إن شاء الله باش الأمور تتغير باش رؤية العربية تعاود تتغير وهذا التشهد اللي رانا فيه اليوم يعاود يرجع قوة ويرجع نظام عربي شوكي ما يحشمش تشردوم ويزن عاود ونمعو ونديرو أنت أول واحد اللي متسبب في التشردوم وفي التفريقى وفي التمزيق وتحبت يتقول أنت منا وتشوف المنافق هذا أول واحد مسؤول على تمزيق هذه القطلة الجغيرة ببرك على مستوى شمال إفريقيا أنت أمورها ما تغلقت تغلقت الأجوام بين الجزائر والمغرب أنت غلقتها والأحرام أمورها ما تغلقت أمورها ما تحفروا ترنشيات أنت أحفر الترنشيات أنت واذاك العسكري اللي حرك فيك وتقول 8 ومتمنى على مستوى رئاس الدولة وإنما يقول لا يقول أنت مننا يقول ندير ويدير صح لا يقذب لا يقذب قلناها مرارة نقلتها في عيام اجتماع الجامعة العربية من المفروض أن نأمن هنا أول من يأمن قوتنا أنت ليراك تكسر في القوة الاقتصادية اللي قادرة تكون موجودة في المغرب الكبير في شمال إفريقيا أنت لمن مفروض راك تديرها اسمه لازم أولي التنظيم أنا تكلمت على التنظيم باش نضموا نفسكم في نقابة وفي كذا ثانيا لما تكون من الروح الوطنية عالية ما قادرت تكتب بروح وطنية آلا دماغوجي هنا يتكلم مع ساقل نضموا نروحكم ونضموا سنديكة ونضموا سنديكة لكي يدخلكم المخابرات هذه الأولى الثانية تكتب بروح وطنية اسمه في الصحافة لا يوجد نكتب بروح وطنية لن نكتب علىها لما نذهب نكتب ونبحث ولنحاور واحد ما فيه مهانية والوطنية أنت ما تقدرش تكلم عليها تبون آخر واحد تتكلم مع الوطنية لأنه مضمر البلاد والعيبات تقدرش تكلم مع الوطنية لما بعثنا لكي يلف قولك شوف نزار بابا رفع السلاح في وجه جيش تحرير طفيت الظوية والبحرام ونجي تكلم مع الوطنية لا تقدرش كلمة الوطنية باباك مدفع سنتين من ثور التحرير كان عايش حشي شطر بمعيش واش دور تباباك تنقل ثورها واش دار تروانو انت من مفروض رك في عام واحد وستين وإلى عام السين رك لتحق تثور التحرير من مفروض رك لتحق كلمة الوطنية الوطنية رميش السلعة تتبع في الصور أما راه تسري في دمك لا ما تسري وانت ما تسري في دمك لانك تقعد تدمر في البلاد حتى الانتقاد يكون انتقاد لأن الشي اللي تنتقدوه كان دون مستوى الوطن ولا كان دون مستوى الرؤية اللي تشوفوها انتما حتى الانتقاد انتقاد لانك تنتقدوه دون خيب هذا رئيس دولة هذا هذا رئيس دولة بذيلة ان الجزائر ليست بلد الحريات لا في صحفة ولا في غير صحفة ما عليش بلد الحريات هذه مؤسسات هذه اسمعناها جزائر عمر ما هيش بلد الحريات اللي فيها اللي راه يسجن كبير الجزائر راه يسجن كبير حال من واحد ممنوع مغادرة التوراب الوطني تعرض قضية من المغادرة راه مساس بحقوق الإنسان المادة 11 بيان حقوق الإنسان نص على حرية التنقل انك انت جي تحرم مواطن من حرية التنقل بدون سبب ش تكون هذا غير شو المحروم انت تقول الحرية الناس ما همش حرار باش يدخل يشوف عائلاتهم الناس ما همش حرار باش يسافر يمشي ويجيو اسماع باش عائل باش يمشي يشوف عائلته في المغرب ما همش ما يقدرش ما همش حر بأي حق جيت انتغرقت عن هالحدود بأي حق ولا واحد من صحفة بودورو لحظم ما قدر يقولوا هذا الكلام ولا واحد صحفة منبطحة تعطين نفسها حجم دولي ربورتاز مستمتير تبقى مهما كان الحالي نوانجي تصنيف اللي لازم نخضى عليه ونحن ناخده بالحسبان هو التصنيف على الأمم المتحدة إيه بربراو لأساسات الأمم المتحدة بربراو بربيجي تصنيفت يعني الوانجي ربراو ناس لي سيروا هالوانجي بلی وجهوا الوانجي برا الناس يوجهوا الوانجي والناس يعني هدام ناس صنيف له حسب أمINGS بعضوك تشوف تستند في الأمم المتحدة بإذن الله من المتحدة يتيري ولأ ossing وإذنك يجب لو رأstrings وذلك ويني أعطيه لك وشنا التصنيف لأنه إلى حد الآن ما زال ما بلغهم حتى شيء اللي يعني يعطيهم صورة حقيقية عن النظام الخبيث اللي غلط في الرأي العام الدولي ويعطي في صورة أخرى واحد ما زال ما فضح السيستام ذلك يفنكشوني بإذن الله عن قريب تطلع يا تبون والعصابة لي معك ربي قبل الخير لبلادنا ربي باداليا ولد الحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة